وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار زيادة من السعر الرسمية وتمكنت جهود الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 667 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبوطات بلغة 504 أطنان وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 211 طن أما في مجال عدم توريد أرز الشعير والحجب والبيع بأزيادة من السعر الرسمي للأرز الأبيض فقد تم ضبط 280 طن وفي مجال البيع بأزيادة من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط 13 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 480 قضية من بينها 200 لخبز ناقص للوزن و176 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التمونية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 10 قضايا بمضبوطات بلغة 617 طن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر